سعى الخير حبايب الحلوين النهاردة هنعمل مع بعض البسيسة معانا دي الدرة ومعانا اربع بضات وبشر برطقان وبيكين بودر وتنك ونص كوب لبن وكوب باية دي ابيض ونص كوب زيت ونص كوب باية برطقان وكوب باية سكر ممكن نزود وفانيليا وعلبة زبادي هنبتدي نرتب مقدرنا يبقى كده ما قادرنا اربع بضات كوب باية سكر نص كوب باية زيت نص كوب باية عصير برطقان وكوب باية سكر وثلاث كوب باية ونص دي ابيض على دي الدرة هنضيف الاربع بضات مع رشة الفانيليا مع معلقة صغيرة بشر برطقان البرطقان بيخليها جميلة جدا وكمان اضيف كوب باية السكر وابتدي اضرب انا عايز الخليط يتحول لون كريمي كده دخل فيها الهوى كويس ابتدي اضيف علبة زبادي ممكن العايد استغنى عنها مفيش مشاكل بس هي ابتدي تراوة حلوة للبسيسة وابتدي اضرب ابتدي انزل بنص كوب باية اللبن وبعدين انزل بنص كوب باية البرطقان عصير البرطقان الفريش البرطقان البردي جميل جدا الايام دي وممكن نخزن منه كمان وهبتدي انزل بمعلقة عصير تانك اللي هو تانك بوضر ونص كوب باية الزيت اخر حاجة هنزل بها زي سرسوه في الاخر خلاص كده كل خليطي اعملته ابتدي انزله في بولا بشويش وابتدي انخل المواد الجفة اللي هي الديق والبيكين باودر ديق الضرة والديق الابيض يبقى كده كوب باية ديق ابيض وهحط عليها حوالي معلقة او نص صغيرة بيكين باودر وطبعا هضيف معلقة خل وابتدي بشويش انخل المواد الجفة مع بعض مع رشة ملح رشة بسيطة جدا وابتدي اقلب بهدوء من تحت الفوق من غير معجن الكيكة لو انا عجنت فيها هيبقى فيها عرق ويبقى طعمها وحش وكل الهوى اللي انا دخلته خلاص راح انا كده بتعامل بهدوء لان الكيكات من الحاجات الخفيفة جدا اللي لازم يتعامل معها بشويش وكده ضفت معلقة خل وارجع اقلب تاني بشويش هبتدي انزل بالضيئ الدرة هنخله طبعا لازم يتنخل يا جماعة عشان ساعات بيبقى خشن وكمان عشان هو تقيل فانا عايز ادخل برضو كهوى للخليط بتاعي بشويش شوية شوية هبتدي انخله بالشكل ده وبردو كقلب بشويش الكمية دي بتعمل صينية اربعة وعشرين او اتنين وعشرين بس انا بحب اقسمها على على قالبين اللي هو قالب الكيك الانجليش كيك بحب اقطعه شريح كده بيديني شكل احلى لان كمان ممكن تقطعيني ولادك يروحوا بيه المدرسة فبيبقى شكله حلو طبعا كده الخليط انا بعمل نص القالب بكون دهنا طبعا زيت وكون مش اغل الفرن اول حاجة لازم اشاغل الفرن اول ما بديدي اعمل كيكة او اي مغبوزات كيكة بسيسة لازم اشاغل الفرن عشان درجة الحرارة تبقى عالية هخليها على مية وتمانين لمدة عشرين دقيقة مش افتح الفرن يا جماعة لو انا فرق تحت الفرن هيهبط وبرضك لما تستوي باسمها في الفرن شوية بعد مطفي وبعد كده بتتطلح لما بتتعرض للهوى بتهبط شايفين انا عاملة بالزبط نص القالب عشان هو هيرتفع ويتطوعه في دلوقتي هدخل الفرن على مية وتمانين لمن خمسة وعشرين دقيقة لعشرين دقيقة حسب الفرن بتاعي واد شكل الكيكة بتاعتنا تلع شكله جميل جدا وخفيف وممكن نشرب معها اي عصاير او شاي ممكن ساعة العصاري الظهر بالليل وجبة خفيفة وطعمها جميل ومن الاكلات المحببة جدا ومن الاكلات القديمة الجميلة بتفكرني بوالدتي ربنا يديها تلطي العمر يا رب والصحة ولو عجبتكم الوصفة لايك وشير وامتابع القناتي واتمنى تكون الوصفة عجبتكم واد شكل الكيكة بتاعتنا جميل والله خفيفة وطعمها جميل جدا جدا يعني كنت معاكم فاطمة بوالي اتمنى الوصفة تكون عجبتكم مع الف سلامة اشتركوا في القناة